السلام عليكم شابي بازينان ان شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم رح ندخل جزء رقم 8 من سلسلة المراجعة الشاملة في مادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف نتطرق الى خلية حرارية مع مقارنة تماثلي كذلك التقويم متحكم فيه كذلك الترياك والترياك الضوئي وتحت شعار الهندسة كهربائية سوف تصبح ابسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط تلميذي الاعزاء نتمنى منكم ان كنت فرجتوا كل الزاء لانها الزاء مهمة وباذن الله العلامة الكاملة للجميع ان شاء الله فاصل ثم نواصل هيا تلميذي الاعزاء نكمل خدمتنا وصلنا لدارة الكشف عن دارة حرارة وتحكم في مقاومة حرارة حرارية شكلة 4 صفحة 6 طابق 1 سؤال 68 احسب قيمة توطر V1 اول حاجة وش لازم نجيبه الطابق هذا جماعة اللي عندهم مشكلة في طابق كشف عن دارة الحرارة وانتلقوا المقارنة تماثلي وكان مقاومة اسيتية وش يديلو كم يفهمش هذا الطابق يضغط على ايقونة رقم 1 في تطبيق جي 20 ومن بعدها يرجعوا يكمل باقي الاسئلة على التنميذي الاعزاء نبدأ بسؤال رقم 68 حساب قيمة توطر V1 اول حاجة نحوس على V1 كما كنت لاحظوا V1 باش مربوطة مربوطة V ناقص وفي نفس الوقت هي نفسها توطر بين الطرفين مقاومة A8 جماعة كي يطلب منكم حساب توطر تلقوا مضخمة العملية ديما استخدموا قاسم توطر ولا قانون العروات اذا باستخدام قانون قاسم توطر لدينا اذا هاي جمع رقزوا مع يملح اول حاجة لازم نحوس على النقطة هذه اذا هذه V1 نبدأ من النقطة هذه ونرسمه ونرسمه حتى نوصله مأخاذ الارض اذا هذا توطر كون يعبر عليه تعبر عليه مقاومة A8 وهذه المقاومة A8 كيف نحسبه توطر بين طرفها نحسبه بقاسم التوتر اذا قاسم توطر يقول لي يقول لي هذا توطر لك تحسبه يساوي مقاومة المعنية اللي مر عليها خط الأحمر على مجموعة المقاومات تحتى هذا الجسر في توطر مسؤول عن تغذية انتاهم هذه هي بكل بساطة اذا هاي نكتبه اذا ويساوي V ناقص يساوي توطر القطب العاكس ويساوي V R8 وفي R8 ماذا تساوي تساوي مقاومة المعنية اللي مر عليها خط الأحمر على مجموعة المقاومة A8 زايد R7 هذا الجسر في R8 و R7 الكل في VCC وهذا توطر جمعا سميه توطر مرجعي لماذا توطر مرجعي لأنه هذا الجسر كامل مقاومة ثابتة غير متغير المقارنين يديروا توطر مرجعي وتوتر متغير كما هنا توطر متغير هو V زايد اللي مربوط بالمقاومة A60 مقاومة الحرارية المتغيرة اذا هاي نكملوا خدمتنا ونحسبوه اذا V1 ماذا يساوي يساوي واحد كيلو اوم على واحد كيلو اوم زايد واحد كيلو اوم جماعة هنا محوطش الوحدة الدولية بسكوا كيلو اوم طرح مع كيلو اوم بخير ما نظل نضربه في عشاق وثلاثة في عشاق وثلاثة ثم بعض زيدو نختاز لهم اذا مجتم ساوي واحد على واحد زايد واحد فيه خمستاش كي نحسبوه وش نلقوها V1 يساوي 5.7 فول وV1 ماذا يمثل يمثل توتر المرجعي الثابت سؤال 69 وش قالكم باستعانة بالملحق 6 الصفحة 10 اختار ثنائي زينر الذي يمكن استبداله مكان المقاومة A8 يعلل اجابتك ما نقبل وش قد لكم قد لكم هذا توتر المرجعي نقدر نديره جسر مقاومات ثابتة والله كذلك وش نقدر نديره ثنائي زينر مع مقاومات اذا وش قالكم قلكم حبينا نحو R8 هذه ونعوضها بثنائي زينر بنحافظه على خاصة التركيب لازم نجيبه VZ وماذا يساوي يساوي VR8 وVR8 كي حسبنا قد قيناها 7.5 فول اذا كما تلاحظوا R8 حسبنا توتر التحل قيناها 7.8 فول كما تلاحظوا VR8 وش تساوي V91 7.5 فول اذا كون هي ثنائي زينر مناسبة رح نحوصوا على VZ لازم تكون 7.5 فول اذا كون هي المثنائي المناسبة هذه اللي هي ريفرانس تاحها BZ X85 C 7.5 ولا نشوفه منه 7.5 فول هيا نكتب اختيار ثنائي زينر الذي يمكن استبداله بمكان المقاومة R8 هو هلاء المناسب هو ذو المرجع كما قلتكم BZ X85 C 7 V5 لماذا؟ لأن VR8 يساوي VZ نحافظ على خاصة التركيب لازم VZ هذا اللي سنجيبه لازم يساوي V1 ويساوي VR8 يجب المحافظة على مقادة التركيب وذلك بالتحقيق هذا الشرط واشي والشرط لازم VZ واشي يساوي V1 ويساوي VR8 سؤال 70 حدد قيمة المقاومة R6 R6 نجمع واش معانتها R معانتها ريزيستانس مقاومة ذو معامل حراري نيغاتيب واش معانتها سالب واش معانتها كل ما تزيد درجة الحرارة هذي واشي يصالها تنقص عند واشي قلكم حدد قيمة المقاومة R6 عند درجة الحرارة تتسوي 60 درجة باستعانة بالملحقة 7 صفحة 10 اذا واشي لازم نديره ونحوص على درجة الحرارة 60 كما كنتلاحظ هنا ناقص 80 ناقص 75 واش معانتها نحوص على 60 اذا وراء 60 هذي 60 عند درجة الحرارة 60 اذا قيمة المقاومة هذي تساوي 20487.1 وكما كنتلاحظوا كل ما زدد درجة الحرارة واشي يصال المقاومة تنقص على هذي يسمينها ذو معامل حراري سلم اذا نكتب هنا تحديد قيمة المقاومة R6 اذا R6 تساوي 20487.1 ووهذا المقدار نحتاجه بحسب V احسب حين اذا قيمة مقاومة R6 واشي طلب منكم قالكم احسبوا لهذه المقاومة R6 لحظة التبديل واش معانتها لحظة التبديل توتر V2 يساوي V1 وV1 احسبناه وقنا 7.5 فوط اذا V2 ماذا يساوي يساوي كذلك 7.5 فوط وV2 تعبر عليه مقاومة R6 اذا واشي نقول V2 هو نفس VR وكي نشوف توتر VR واشي يجي في رأسنا يجي في رأسنا قاسم التوتر نكمل سؤال عند درجة الحرارة تساوي 60 درجة R6 عندنا قيمته عند 60 درجة معانت R6 معلومة وتوتر بين طرفين مقاومة R6 معلوم وتوتر كل معلوم اذا واشي القانون يجي في رأسي وان تلقى مقارن تماث لدي ما خمم في قاسم التوتر استاذ كيف نخمم في قاسم التوتر انا نحب نحسب R6 ليس R6 كتخرج عبارة توتر بين طرفين مقاومة R6 راح تلقى باللي R6 داخل معها هيا نخرج التوتر بين الطرفين مقاومة R6 إذا هيا نكتب مع بعض حساب قيمة المقاومة R6 إذا هذه النقطة ماذا تمثل تمثل V2 وV2 هي نفس VR6 وهذا التوتر نجمع معلوم كيف نحسب هذا التوتر عن طريق قاسم التوتر وش V2 هي VR6 وVR6 ماذا تستطيع تصوير مقاومة المعنية التي مر عليها خط يعني في البص بش كيف R6 على ماذا على مجموعة المقاومة الفرع يعني على R6 زي R6 شفتو كينا R6 ولا مكنش كينا في المقام الكل في ماذا الكل في التوتر التغذية الكل اللي هو VCC 15 إذا VCC عند قيمة و A60 عند قيمة و V2 قيمة أو معلومة إذا كون يبقى عندي مجهول إذا نخرج قيمة A60 العبارة و بعد ندير تطبيق عدد سؤال بسيطة جدا هيا نكتب إذا وش نقول باللي V2 هي نفس V زايد هي توطر غير العكس للمقارن هذا التماثول هي نفس و هي نفس توطر بين الطرفين مقاومة A60 معنى V2 كون يعبر عليه يعبر عليه توطر بين الطرفين المقاومة الحرارية A60 ماذا يسير باش نخرج ها بقاسم التوطر مقاومة المعنية مقاومة المعنية المقاومة التي مر عليها خط الأحمر A60 في بسط الكل علام ماذا الكل علام من جموعة المقاومات هذا اللي هو الجسر المقاومة A60 يعني المقاومة A60 A60 و A60 يحوص عليها الكل في التوتر التغذية الذي يساوي VCC إذا ما يطلع منك خرج عبارة R6 نكمل وبما أن V1 يساوي V2 كما أعطينا إذا نكتب V1 يساوي R60 على A60 Z A60 في VCC و A60 عن D و V1 عن د نخرج عبارة R6 جد طرفين في الجد الوسط و V1 R60 Z R60 يساوي R60 في VCC و تنقل V1 طرف ثاني قسمة هذه طريقة رياضية يخدمها بشوية إذا ما تنقل R60 Z R60 Z R60 في VCC و نقل V1 طرف ثاني قسمة و بعد مطلوب منها خرج R6 فقط إذا R60 V1 نقص R60 و بعد تنقل عددي إذا R60 تنقل 2500 أوم و ستنقل بالمضاعفات R60 سوية 2.5 كيلو أوم سؤال 72 أحسب زاوية القرح من أجل زاوية التمرير بطاة 720 درجة و أعطى لهذا التقويم ثنائي النوبة متحكم فيه إذا لم تفهم هذا الفيديو لم تفهم هذا سؤال 72 و 73 ستنقل لك الفيديو الخاصة بالتقويم المتحكم فيه هيا هيا ناجح السؤال تحسب زاوية القرح من أجل زاوية التمرير 120 درجة هنا أعطينا زاوية التمرير و على البنية النوبة فيها 180 درجة بما أن زاوية التمرير 120 درجة إذا زاوية تأخير قرح 69 درجة و زاوية تأخير قرح زاوية التمرير إذا ألفا ما تساوي 180 ناقص 120 درجة إذا ألفا تساوي 60 درجة إذا زاوية تأخير قرح ألفا 60 درجة سؤال 73 أرسم شكل إشارة التوتر المقاوم بعد التقويم و تيار مقاوم ER و تيار في TairStore اللوائي TairStore على وثيقة الإجابة صفحة 26 أجمع بما أنه تقويم متحكم فيه لازم نحوص على زاوية تأخير قرح 60 درجة إذا نرسم إشارة إذا نرسم زاوية القرح 60 درجة كيف رسمتها بسيطة جدا نرسم النوبة فيها 180 درجة 60 درجة هي الثلث معانا نرسم زاوية القرح و نرسم القرح في النوب الموجب وبما أن تقويم ثنائي النوبة و نرسم زاوية القرح كذلك في النوبة السلبة لأنه ستتعكس و هنا صحيح الوقت نرسم النوبة الموجبة الثانية لزاوية القرح التي تأخذ قرح 60 درجة من بعدها بما أنه تقويم ثنائي النوبة متحكم فيها و نرسم الإشارة المساعدة إذا نرسم النوبة الموجبة يجعلها مساعدة بتساعدني بعدما صمت الإشارة المساعدة إذا المقدس هدير إذا جاءت زاوية القرح إذا ما جاءت زاوية القرح ممارش إذا قبل زاوية القرح مانع بعد زاوية قرح ممارش إذا كما كما من تلاح نرسم عنه يمر الجزء المتبقي في 60 درجة نزيد نوبة السالبة نوبة السالبة هذا القد حمارة جزء المتابق. هنا هو التوتر بين طرفي الحمولة. هنا اجمعه كملت التوتر بين طرفي الحمولة. اثنين واش طلب منك؟ طلب منك تيار. بما انه حمولة مقاومية تيار والتوتر سيكونوا على التوافق. سيكون عندهم نفس الشكل. انتم عندنا نسيت مرصب تبش انتم مزيد عادوا اعصم النوبات يكونوا اقل بقليل منهم. بهم نعرفوا ما هو التيار ولا التوتر. او لا تحبوا ديروا تيار اكبر من التوتر بس كما عندهم عادثة حلقة بعضهم. لانه توطر وحدته فولت والتيار وحدته اونبير. بهم نبي نبيل لي اشارتيني على التوافق. واللي يحب يفهم الاشارات الجماعي يروح تشاهد فيديوهات تاعي الخاصة بالتقويم ثنائي النوبة. هنا اجمعه كملنا توطر بين طرفي الحمولة والتيار بين طرفي الحمولة. ذا كوش نديرو طلب مننا التيار بين طرفي الحمولة. قدتكم احسن طريقة واسهل طريقة رقم النوبة. هاته النوبة اسمها رقم واحد وهذي اثنين وهذي ثلاثة وهم بعدها و قد اجمعها يتشاهد فيها. لان ثم احسن طريقة مجتمع يا قد و قد تتويره نسبه. يمرق نوبة ثلاثة Andesorвинجي пальعة لاثنين يمكنك ال Experience for two to book. هاته النوبة الثست veulent بين go! سهم احسن طريقة و هاته الرابعة تنتخ muit一個 من الكثير من ربعة��ة وي المجتمع Kümmira. اذا السؤالية الخاصة من هنا جيدة بقربية كتذه اون المجتمع احسن طريقة كت curvature. ايداً اكل افضل اي تين شوالهات مناسبة y after food افضل الدعم اتلسطور 1 سكتري إذا طلب مني E-Tay Store 2 وممرر النوبات الزوجية مع أن هذه النوبة الفردية يمسحها الزوجية مرر هذه يمسحها إذا ستكون إشارة بهذا الشكل هذا إذا طلب منك E-Tay Store 2 إذا طلب منك T-Tay Store 2 مع بعض إذا سأجمع النوبات الفردية مع الزوجية ستكون كما هذه نفسها لأن السؤال هنا أرى هو غامض ما فهمنا شو يقصد أيسكو T-Tay Store 1 أو 2 أو مجموع انتعهم هذا بنسبة رسم الإشارة سؤال أرقم 74 أحسب القيمة المتوسطة للتوتر والتيارة المقومة إذا نجمع طريقة بسيطة جدا عندي القانون وأعطيتكم واحدة طريقة والإستراتيجية هاي لكي نتفرجوا الفيديو وتعطيكم بس بوسة إذا نكتب حساب قيمة المتوسطة للتوتر VR موايا ماذا يساوي يساوي V-Ontary Max على P في واحد زائد كوز ألفا لأن تقويم ثنائي النوبة متحكم في يساوي V-Ontary Max على P في واحد زائد كوز ألفا V-Ontary Max نجمع الشيو بما أنه عبارة جيبية ندي قبل سينيسية قيمة الأعظم يعني قيمة الأعظم ميتين وعشرين جذر ثنين P في واحد زائد كوز ستين أحسبنا الفرق هنا ستين درجة إذا يساوي ميتين وعشرين جذر ثنين على P في واحد زائد كوز ستين وكي نحسبه ونلقى VR موايا يساوي 148.4 فولت أذرنا جمعة هنا تساوي 148.4 فولت رحوا لبعدها لبعدها أحسب قيمة التيار المقوم إذا هنا وش نستخدمه؟ نستخدمه قانون الأوم توتر يساوي مقاومة في التيار إذا تيار يساوي توتر على المقاومة إذا إي أر موايا ماذا يساوي يساوي VR موايا لحسبتها 148.4 فولت سؤال رقم 75 حدد مرجع أفضل مقاديح يمكن استعمالها في الجسر استعين بالملحق واحد صفحة تسعة نختار المقاديح وش لازمنا نتعلم ونقرأ وثائق الصانع وش لازمنا نشوف المقادير اللي لازمنا نحترمها المقادير الأعظمية التي عملتها من طرف الصانع مثلا عندي تيستور 806 أول حاجة عنده عنده إتيافي إتيافي وش هي القيمة المتوسطة الأعظمية الذي يتحمل هذا المقادير ماذا معناتها؟ لو كان مدلوا في التركيب 4 أمبير فما فوق أكثر من 3.8 أمبير إذا ما نقول هذا المقادير يتلف بسبب تيار العالي لأنني محترمت شوثيقة الصانع مديت له تيار أكثر من تيار الأعظمي إنتال في مناسة الوقت كما تلاحظوا تيجرك 306 عنده توتر الأعظمي في ديارة كما هذا يتحمل 600 فولت لو كان يتركيب أكثر من 600 فولت إذا ما نقول هذا المقادير يتلف بسبب توتر العالي ما يجب أن نقوم بها؟ بها المقادير يكون مناسب التركيب يجب أن تيار التركيب يكون أقل من اتيافي وتوتر التركيب الأعظمي يكون أقل من في ديارة بتاع الوثائق الصانع إذا كيف أستاذ طريقة بسطة جدا إذا بعد تختار المقادير يجب أن تحقق شرطين الشرط الأول في تيرستورماكس يجب أن تكون أقل من في ديارة ثاني شرط وشمعته؟ يجب أن يكون في زوجهم حقي والشرط الثاني تلك المقادير يجب أن تكون أقل من تيافي ونزيد من البساطة لكم هذه المقادير التركيب التي تحسبها لا تقلقوا ونعطيكم الطريقة التي تحسبها وهذا المقادير الصانع يجب أن نحسبها في زوج ونجد أن تكون في زوج أقل من في ديارة أقل من تيافي كيف نحسب تلك المقادير التركيب؟ نحسب 5 гдеجب التركيب وينتوا في الأول بداخل ماكس حسب الـ 5 كيف مقادير التركيب؟ ونقول مقتاح الأول مناسب مقتاح الثاني مقتاح الثاني يتلك بسبب توتر العالي مقتاح الثاني مناسب ونالغة مناسب يتلك بسبب توتر العالي مما الحسب ماذا من المال المعنى الـ 1600؟ ويجب أن يتوفر الهوضاع ذلك ويجب أن يكون بتحقق البطاريس أقل من الهوضاع وعندما يتحقون شرطين. وذلك يجب أن نحسب إتيار ستور ماكس بطريقة بسيطة جدا. إذن إتيار ستور ركزو مع إذاً، حوالي ركزو مع التقويم اثناء النوبة اثنائي يسبب أمر اثنائي على اثنين. تعرفنا على عام القابل، يعد تقويم أثناء النوبة كي يسبب أثنائي يسبب أر موايا من بعد اجمعه لا تحسبوش التيار هذو تقسموه على اثنين اذا لازم تتقبقو هذا الشرع اي ارم واي على اثنين كتعوضوه تيار في الثنائي نبوي ساوي في او ماكس على ار بي في واحد زيت كوز الفا هذي قسمنا على اثنين شولات في او ماكس على اثنين ار بي في واحد زيت كوز الفا وباني اصبو اي تايستر و ماكس اجمعه اهناء واش اكتنى يكون تيار اعظمي لازم زاوية القرح تعوضها بصيره لازم تايستر يمرر نوبة كاملة كينه يمرر نوبة كاملة مع انتها وصل تيار اعظمي اذا كي يقولك احسب تايستر و ماكس وخير من وثائق الصانع اذا كوز هنا الفادي مع ووضها بصيره اذا اكبر قيمة اللي يوصل لها تيار في التايستر لما زاوية القرح تساوي صيفار او بعدها احسب كوز صيفار يساوي واحد زيت واحد يساوي اثنين اثنين على اثنين تروح وحسب القيمة التاحة كي نحسبها وش راح نلقاها نلقاها 1.76 اذا انت وش دار دركو حسبت في تايستر ماكس 611 فورد وحسبت اي تايستر ماكس 1.70 امبر بعدها نخيل المقادح المناسبة هيا جمع شكونين المقادح المناسبة اللي هو اللي يصلح لا ما يصلحش اللي هو اللي يصلح لماذا لانه توتر اعظمي 600 وتوتر اللي تلقيه 311 مع انتها 311 اقل من 600 مع انتها شاطل المحقق تايار تايار اعظمي 3.8 امبر لو كان يفوت 3.8 امبر يتلف انا قد اجل تايار 1.76 امبر معنى تنميق حل تي اي غيرك 800 يصلح التركيب رحو المقحل الثاني مقحل الثاني توتر اعظمي 25 فورد وانا قد اجل توتر التركيب 311 اذا ما نقوله ثاني يتلف بسبب التوتر العالي نزيد وروح الثالث ثالث يصلح ولا ما يصلح ثالث يصلح لماذا لانه توتر اعظمي يتحمل الف ونجيته 311 مع انتها مناحي توتر يصلح وتيار 35 امبر وانا قد اجلتها وقيته 1.76 امبر مع انتها شاطل المحقق اذا ما نقوله 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 مقدار 2 اين 2.56 يصلح لهذا التركيب نزيد وروح الثالث ثالث توتر اعظمي 800 وتيار او شيوه 2.5 اذا نقوله الثالث كذلك يصلح لماذا شاطل المحقق وشاط ثاني محقق هيا رحو المقدار الاخير مقدار اخير توتر مئتين ما يصلحش من ناحية توتر وتيار 7.5 كذلك ما يصلحش يا مقدار المناسبة المقدار الأول والثالث والرابع لماذا لان المقدار تعتركيب بما أن VT STORE MAX أقل من فيديارها من هذه المقادح الثلاثة وبما VT STORE MAX التي حسبناها تحت تركيب أقل من ETA V تحتهم كامل إذا المقادح المناسبة هي المقطع TYS 806 ومقادح 2N المقادح المناسب هو 2N 5606 نحن نرى غالطة بحواجة رقمية تكثر فيها الأخطاء والمقادح الأخير المناسب هو BT 150 150 إذا نكتبه BT 150 هذه المقادح مناسبة لماذا؟ لأنها تحققت المقادر تحت تركيب أقل من مقادر الأعظمية للوثائق الصانع السؤال الرقم 76 ما دور كل من العناصر التالية؟ الدارة مكونة من R1P وC وليا نسميها خالية RC المقاومة متغيرة P وD وD تلميذي الأعزاء بها نجاوبوا لهذه الأسئلة لازم نعرفوا شيء وهذا العنصر التقني كما كنتلاحظوا هذا العنصر التقني عبارة عن تيستور لنسميه المقداح المقداح هو فيه ثلاث أقطاب القطب الأول هو أنود القطب الثاني هو الكاتوت القطب الثالث هو وقاشات ومدخل البوابة تلميذي الأعزاء هذا المقداح بيكف حالة التمرير لازم تطبق له شرطين شرط الأول لازم تطبق عليه توتر موجب هذه أول حاجة والشرط الثاني لازم تمدله نبضات على شكل قدحات إذا سؤال مطروح شكل يمدله نبضات والقدحات اللي هي خالية RC اللي هي عن طريق مكثيفة الشحنة والتفريق شحنة والتفريق إذن وش نقول في هذه الحالة إذن هذه R1 والمقاومة P والسي وشكلو لي خالية RC مهتزة وهذه خالية RC مهتزة وش تمدلي نبضات ولا تمدلي قدحات وهذه القدحات نقدر نزيده فيهم والله نقص فيهم عن طريق مقاومة P المتغيرة مع أنتها زاوية القدح نقدر نقلبها عشر درجات عشرين ثلاثين إلى غاية مئة وثمانين درجة نقدر نزيده فيها ونقص فيها عن طريق مقاومة P إذن نجيب على الأسئلة إذن ماذا نقول دور العناصر الكهربائية التالية أولا P مع C مع R1 مع بعضهم يدولي خالية RC وش وظيفة إعطاء النبضات القدحة للمقدع رحوا لي بعدها المقاومة متغيرة وينتجوا المقاومة متغيرة ديما وظيفتها الضبط وبما أنه هنا نحن تحكم في الزاوية القدح وش معناتها وش نقول في هذه الحالة المقاومة متغيرة P وش وظيفتها ضبط زاوية القدح نقضنا بطورة من صف الدرجة إلى غاية 180 درجة على طول النوبة اللي بعد أن أشكالكم ما وظيفت ثنائي الديود إذن ثنائي الديود هذا لا يدي رجمع ذهي مرر القدحات الموجبة وما يمرر القدحات السالبة ما أنت يخلي التيار يمشي في إتجاه واحد إذن وش نقول في هذه الحالة وظيفة ثنائي الديود منع مرور النبضات السالبة للمقداح لأن المقداح يمشي بنبضات الموجبة هذا بنسبة السؤال رقم 6 و 7 هذا الرقم 77 تابع لدار التحكم في مقاومة تسخين باستعمال تركيب شكل 15 وشقالكم كيف يسمى العنصرين MOC-321 وBTA-800 واتكوردور كل منهما نكتب مع بعض تسمية ودورة عناصر كهربائية التالية نبدأ بأول عنصر اللي هو MOC-321 هذا العنصر يسمى بترياك ضوئي ولا نسميه منفذ متصدر إلكتروني وش وظيفة هذا العنصر كهربائي دوره بسيط جدا وش هو دورته عزل دارة التحكم التي تعمل بتيار مستمر ضعيف كما كم تلاحظوا هذا الباعث الضوئي كيف يصبح طاوة التهاكم إذان للطاوة يشبه مراحل الكهروار المغناطسي كذلك مراحل الكهروار المغناطس الطاوة كذلك لديه طاوة التهاكم كما تلاحظوا هذا الترياك الضوئي باش مربوط مربوط بالترياك مربوط بمدخل القدح اذا وش نقوله في هذه الحالة التحكم في الترياك بيتيا 800 معناته هو اللي يوفر له القدحات اللي بعدها بيتيا 800 اي نكتبه مع بعض بيتيا 800 نسموه الترياك عادي وهذا الترياك اجمعها طبيعتها هو عبارة عن ميقضحيني رأسا على عقب وش معناتها وش معناته معناته يمر الجزء من النوبة الموجبة ويمر الجزء من النوبة السالبة وفقا لزاوية القدح وكل ما تزيد زاوية القدح ينقص التوتر وكل ما تنقص زاوية القدح يزيد التوتر على هذا وش نقوله الترياك وظيفته تحكم في التوتر بين طرفين الحمولة عن انطلاقها من زاوية القدح وهذا الترياك اجمعها وش هو عبارة عبارة عن تركيبة ميقضحين متعاكسين احنا نديره ميقضح الول وميقضح ثاني احنا نعكسهم لا نحتاجه هذه الهضرة قادر يقولك بماذا نستطيع تعويض الترياك اذا نستطيع تعويض الترياك بمقضحين مركبين رأسا على عقب مع انطلاق متعاكسين اذا وش هو الدورة هذا الترياك اجمعها كما قلت لكم وظيفة التحكم في قيمة التوتر بين الطرفين الحمولة على حساب زاوية القدح تلميذي الاعزاء لعندهم مشكل في الترياك ولا الترياك الضوئي يضغط على رقم 3 يصار شاشة في G2020 ان شاء الله يولي سهل سؤال 78 اذا تعذر عليك ايجاد العنصر الالكتروني من عائلات بيتياء 800 في السوق فما هو العنصر الذي تقترحه مكانه اذا سؤال هذا بسيط وش كنت قولكم قبيله اذا ترياك وش هو عبارة عن مقضحين مركبين رأسا على عقب مع ان تجيب مقضح الول ومقضح ثاني واعكسهم وركبهم مع بعض استاذ كيف نخدمهم طريقة بسيطة جدا اذا عنصر بدلول وش هو هو مقضحين متعاكسين مربوطين رأسا على عقب كيف نسمهم نسمو المقضح الاول كما تلاحظوا وهذا المقضح المقضح التاعوا عن اينت واحد ونسسم المقضح الثاني العكس انتاعوا وهذا المقضح انتاعو اينت HAOAN Uni 2 في عقب هذاて اذا نعقد فهم كتلة واحدة اذا هادو مقضح كتلة واحدة ونرطهم بالA واحد وهادو مقضح كتلة واحدة نربط��هم بالA اثنين وهذا وش هيو الترياك اذا اذا تعنيه عبارة مقضحين يرأسا على عقب إذا جمعك يجي نوبا الموجبة يمرر منها بعد زاوية القدح وكيجي نوبا السلبة يمرر في هذا الاتجاه بعد زاوية القدح لهذا وش نقوله ترياك يممرر نوبا الموجبة ونوبا السلبة بشرط لازم كينا القدحها ولا عنده رمز الثاني اللي هو هذا كي تشوفوا رمز هذا جمع هذا وشي هو كذلك يعتبر ترياك سؤال 78 ما دور كل من مقاومة R1 و R2 وعطانا هذا التركيب وقالنا اشرح طريقة تشغيل تركيب بالاختصار جماعة بنا تفهموا أي عنصر حسس طاقة الكهربائية وش لازم يزيدون المقاومة بيحدوا التيار ويحميوا هذك العنصر الكهربائي إذن هاي نبدأ ونكتبه مع بعض دور المقاومتين نبدأ بأول مقاومة اللي هي R1 لو كانت اللحظة جماعة R1 مربوطة على تسلسل مع بعث الضوئي وهذا عبار عن ديور الضوئي حسس للتيار الكهربائي إذن وش وظيفة مقاومة R1 ووظيفة وتحديد التيار لحماية الباعث لترياك الضوئي MOC321 نكتب مع بعض الوظيفة وتحديد التيار لحماية ثنائية الباعث لترياك الضوئي وش تعوش هذا الترياك اللي ذو مرجع MOC321 رحولي بعدها اللي هي مقاومة R2 نكتب مع بعض R2 هي تحديد التيار لحماية الترياك لو كانت اللحظة باش مربوطة مربوطة بترياك الأول ومن مدخل القدح لترياك الثاني إذن تحديد التيار لحماية الترياك الضوئي رحولي بعدها الشرح شرح الجماعة بسيط جدا عندها حضو إشارة التحكم معانتها هنا إشارة التحكم لها جاية من شكل رقم خمسة كيفية في أونتري يسوي خمسة فولت ولا يسوي زيرا فولت خمسة فولت يولي ديود هذا يمدلي ضوء ويولي هذا ممرر كتعود زيرا فولت هذا ديود ينطفي وهذا يولي غير ممرر البيع الضوئي عندك زوج احتمالات يد مدله في أونتري خمسة فولت يزيرا فولت كتعود زيرا فولت هذا البيع الضوئي حيكون منطفي هذا الترياك ما يصلوش الضوء ويش يعتبر ترياك ظوئي يعتبر مزدود وهنا القدحة ما ترحش ترياك وترياك كذلك يعتبر مزدود وهذه الحمولة ما تتغذاش بمئتين وعشرين فولت إذن هنا الحمولة وش هو معزولة النهار اللي في أونتري هذا تمدله خمسة فولت لد هذا ويش يصالو يشعل كي يشعل يصل الضوء على ترياك ظوئي ترياك ظوئي ولي قاطعة مغلقة كي ولي قاطعة مغلقة هذا ترياك وين يروح يروح القدحة ترياك وترياك يتوصل قدحة جمعة يسمح بمرور ترياك للحمولة إذن هذه الحمولة وش هتولي تولي مغذات بتيار متناوب ولا توتر متناوب مئتين وعشرين فولت وترياك يمر النوبة الموجبة ونوبة سالبة من ناحية أجزاء منهم على حساب زاوية القدح إذن الشرح عند حضو إشارة تحكم تنشيط مرحلة المنسبة من أشغل المتمنطب أكيد كان مرحلة معينة لتنشط لدارة الدخول يتم تشغيل ترياك ظوئي فيرسر تريار القدح على مستوى زناد الترياك فيصبح هذا الأخير ممررا وبالتالي تنقل الاستطاعة من المنبع من منبع هذا وينطره إلى الحمولة وبعدها تستقل مقاومة التسخين بعدها إذا كان التيار المنتص من طرف المقاومة التسخين الجديدة يسوي 6 أمبير سؤال ماذا قالكم؟ اختار العنصر المناسب لتشغيل مكان العنصر بتياه 800 باستعيانه بسنة ثلاثة على الإجابتك هذا السؤال شفناه بزيفة جمعة أعطاكم وثائق صانع أعطاكم زوج تيستورات المرجع الأول والمرجع الثاني أول حاجة جمعة ماذا قالكم؟ قالكم هذا تيستور حاب نبدله يبلول يبل ثاني أول حاجة ماذا لازم تعلم؟ تقرأ وثائق الصانع إذن ترياك الأول وتيراك ثاني وش عندهم عندهم فيماكس الأعظمي ترياك الأول توتر الأعظمي الذي يتحملوا 600 وترياك الثاني توتر أعظمي للتحمل ٥٠١ أمبر وش سيصاله يوتلف. اما تريك الثاني لو كانت تمدلو اكثر من 12 امبر وش سيصاله يوتلف. اذا وش لازم نديرو لازم نشوف قيم تاعة تركيب ولازم تكون اقل من قيم تاعة الوثائق الصانع. هيا شوفوا جماعة كما كنت لاحظوا هذه الحمولة. حمولة ذي باش تغذى تغذى 220 فولت. جماعة بتخير جماعة بتخير عنصر الكتروني لازم يصلح من ناحية التوتر و و مع انتها لازم يصلح من ناحية الطياء. لو كانت تلقى مثلا يصلح من التوتر ويصلح في الطياء نقوله غير صالح هذا العنصر. اذا هيا شوفوا جماعة مع بعض. اذا توتر قداعطينا هنا بـ 120 فولت. و تيجا لك يغذى بـ 6 امبير اذا لول 600 فولت. وتوتر تركيب 120 فولت. معناتها معناتها توتر التركيب اقل من توتر اعظم يصلح من ناحية التركيب. اما هنا قداعطينا 6 امبير وهنا تيجا 0.8 امبير اذا لو كان نرقب هذا التريك الجماعة يوتله بسبب تيار العالي. لانه في التركيب عطي Murray 6 امبير هو يتحمل 0.8 امبير. اذا شكنوا على العنصر مناسب. هو العنصر يجب أن تكتب مع بعض العنصر البديل لترياك بيتي 800 هو ترياك بيتي 138 500. لماذا؟ لذلك يجب أن تكتب التعليل لأن إيماك ستاو 12 أمبير أكبر من تيار لتركيب 6 أمبير، هذا هو التعليل الأول. يجب أن يتحقق الشرط الثاني، وتوتر أعظمي تاو 500 أكبر من توتر تاو الحمولة يوم 22 فول. إذا نقل في هذه الحالة الترياك بيتي 138 500 هو مناسب للتركيب. سؤال 81. أحسب الإستعال كهرباء محاولة بفعل جول إلى الحرارة؟ أشكونا هي التي سنحسب لها الإستعال تاوها؟ هي المقاومة الحرارية R. فرقنا إذا كان تياراً ممتصف من طرف المقاومة التسخين الجديدة R. وهو أمبر. إعطنا تياراً لإمتساس عن المقاومة هذه. إذن قانون بسيط. إذن استطاع الفعل ماذا تساوي؟ بما أن حمول أحد الطاور 100% توتر في في كوز في. أما أن حمول مقاومة في تساوي الصفر. كوز في الصفر صفر 1 إذن إستطاع الفعل تساوي توتر في الطاور. لأن حمول مقاومة في تساوي الصفر. نكتب استطاع للمقاومة الحرارة تسوي توتر في التيار في كوز فيه وبما أن حمولة مقاومة تسوي توتر في التيار وتسوي كذلك R في E مربع لك أن توتر نعرضه R في E تولي R في E تولي R في E مربع إذن هو وش عطينا في هذا التركيب؟ عطينا توتر في التيار إذن شكو القانون يساعدني؟ القانون الأول إذن نحسبه إذن استطاع ماذا تسوي 226 وتسوي 1620 وات سؤال 82 أحسب قيمة المقاومة الكهربائية الجديدة؟ إذن نعود بنفس الطريقة نعود إلى القانون الذي يدرناه وقانون الاستطاع وعندنا تيار منتص الستا أمبر جمعه وعندنا توتر بين طرفي الحمولة اللي هو 220 فولت نحسبه بقانون الأوم إذن القانون الأوم ماذا يقول لي؟ يقول لي توتر بين طرفي المقاومة ماذا يساوي؟ يساوي مقاومته الداخلية في التيار الذي يشتازها إذن أجمعتي رعطها الستا أمبر وتوتر جدا عندي عندي 220 فولت في هذه الحالة نخرج المقاومة المقاومة تسوي توتر على التيار وتسوي 220 على ستا إذن Air ماذا تسوي 36.66 أوم قيمة المنتجة للتوتر هذي أرها متغيرة على حساب ترياك على حساب زاوية نحن وش اعتبرنا 220 فولت كان هنا طريقة ثانية جمعة الاستطاع ولا ضائعة مفعول جود تسوي توتر في التيار وكي نعاوض التوتر يساوي Air في اي مواربع اي عندي وبرجول عندي إذن Air نقدر نحسبها يعني بطريقة ثانية اي ماذا تساوي؟ تساوي الإستاعة على اي مواربع وتساوي ألف وثمية وعشرين على ستا مواربع كي تحسبوها قد تدها تلقاوها تلقاها 36.66 أوم هذا بنسبة لسؤال 82 تلاميذ الأعزاء وصلنا لنهاية الحصاء ونهاية الجزء الثامن وموقع لي ينقلكم غير سلام ترجمة نانسي قنقر